اهلا ومرحباكم مستمعي الراديو دبنغا اعزاء واليكم نشرة الاخبار اليوم الاحد سبعة من شهر واحد سنة الفين اربعة وعشرين عناوين الاخبار تواصل المعارك المصعوبة بالقصف المدفعي والطيران بين الجيش والدعم السرع بمناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم الاستخبارات العسكرية تواصل حملة الاعتقالات على النشطاء ولجان المقاومة والطوارئ في عدة مدن بالولايات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم تطلب عقد اجتماع عاجل مع الحلو وابد الواحد والحزب الشيوعي لبحث وقف الحرب المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تحذر من تدهور الوضع الانساني ومن مجاعة قادمة وتناشد المنظمات بالتحرك والان الى تفاصيل النشرة من الراديو دابنغا ججراه لكم الصادق مصطفى زكريا المعارك بين الجيش وقوات الدعم السرع بالخرطوم صباح اليوم الأحد وفيما واصل الطيران الحربي قاراته على مواقع الدعم السرع بشرق النيل والهجوم بالمسيرات على ارتكازاتها بشرق الخرطوم وقصف الدعم السرع القيادة العامة للجيش وسلاح الإشارة وشهدت منطقتين سلاح المدرعات بالخرطوم والمهندسين بأوم دورمان اشتباكات متقطعة وفي السياق ذاته أعلنت قوات الدعم السرع أمس السبت أنها أسقطت طائرة حربية من طلاث ميك تابع الجيش في منطقة شرق النيل بالخرطوم والقبض على أحد الطيارين فيما لقى الآخر حتفه بعد احتراق مظلته التي كان يحاول النجاح عبرها رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر التعليق على الاستقبال الذي يحظي به قائد قوات الدعم السرع محمد حمدان دقل من القادة الأفارقة خلال جولته الحالية لعدد من الدول الأفريقية ومن بينها كينيا وأسيوبيا ورواندا وقال ميلر في مؤتمر صحفي عقده بمباني الوزارة مساء الخميس الماضي ردا على سؤال حول جولة دقل لن أعلق على ذلك بشكل محدد باستثناء أننا نأمل أن يرسل أي زعيم أجنبي يشارك في محادثات مع أحد قادة الجيش والدعم السرع رسالة واضحة جدا بأنه لا يوجد حلا عسكريا مطلولا للصراع في السودان وأننا نرغب في رؤية عودة كل الأطراف لطاولة المفاوضات ونريد رؤية لوقف إطلاق النار يتم الالتزام بها فعليا ونريد رؤية توقف كل طرف في هذا الصراع عن حجماته الوحشية على المدنيين واتخاص إجراءات تخدم مصلحة شعب السودان وأضافي هذا الخصوص لن أعلق على ذلك بشكل محدد باستثناء أننا نأمل أن يرسل أي زعيم أجنبي يشارك في محادثات مع أحد قادة الجيش أو الدعم السريع رسالة واضحة جدا بأنه لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع في السودان وأننا نرغب في رؤية عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات ونريد رؤية وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به فعليا ونريد رؤية توقف كل طرف في هذا الصراع عن هجماته الوحشية على المدنيين واتخاذ إجراءات تخدم مصلحة شعب السودان قال الحزب الشيوع السوداني أن إعلان أديس أبابل موقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم رجع مهامه المتوقعة والمطلوبة والعاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع الذي اعتبره متورط مع الطرف الآخر الجيش السوداني في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار لها الإعلان وأشار الحزب الشيوعي إلى أن الاتفاق يكرس وجود الدعم السريع والشراك معه مرة أخرى ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية ويعيد إنتاج الأزمة والحرب وجدد الحزب موقفه بوقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لبصول الإقاسة للمتضررين وتأمين عودة النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم مشير إلى أن تلك هي القضية العاجلة التي تمثل مطلب الجماهير قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن الإعلان الذي وقعته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم مع الدعم السريع السلسال الماضي جاء في أعقاب دعوة موحدة شكلا ومضمونا وجهتها تقدم لقادة طرفي الحرب استجابت لها قيادة الدعم السريع وعرب الدقير عن أمله في استجابة قيادة القوات المسلحة للجلوس معها والدفع باتجاه وقف إطلاق النار باعتباره المطلب الأكثر الحاخن والذي لن يتحقق دون اتفاق الطرفين وأكد الدقير بأن إعلان أديس أبابا لا يمثل وسيقة وساطة أو استفاف سنائي بل هو بداية التواصل مع أطراف أخرى للبحث عن مخرج لإيقاف نزيف الدم والتدمير في الوطن ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تأصف بأهله ولإبعاد البلاد منزلق الانهيار الكامل وصفت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين اللاجئين بيدارفور الوضع في معسكرات النازحين بيدارفور بالكارثي وقال المنسق العام يعقوب محمد أبدالله فوري لراديو دبانغا بعد حرب 15 أبريل صار الوضع بالمعسكرات أسوأ بكثير مما كان عليه منذ عشرين عاما وأضاف أن بعض السكان نيال نزحوا إلى كلمة وامتلأت كل المدارس والمرافق الخدمية في المعسكر بالنازحين وكشف فوري أن المشاكل القبلي التي شهدتها عدد من محليات جنوب دارفور وبعض مناطق وسط دارفور بفصل الخريف الماضي أدت إلى فشل الموسم الزراعي وبالتالي زيادة أعداد النازحين وتوقع فوري أن يحدث موت جماعي لأهل الجنوب دارفور بسبب المجاعة المتوقعة وأضاف أعقوب لراديو دبانغا في هذا الخصوص الخريف لما بدأت الحرب المناطق قبهم وإنت ماشي برامهم ده مناتق بميت مدينة كان بالمحاصيل وكده الآن محاصيلهم اتدمرت تماما وحول نيالة والمناتق ده كله حول الزالينجي وده زي ما أنتوا عارفين يعني كل المحاصيل مختلفة ده انتهت أصبع أنه ما في أي حاجة أنه لو قدام انتظرنا الشهرين على أساس أنه أو ثلاثة شهور أنه متوقعين أنه يكون فيه موت جماعي بالجوع طلبت تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية تقدم من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة أبتال عزيزة الحلو وحركة جيش تحرير السودان قيادة أبتال واحد محمد نور والحزب الشيوع السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل بعقد اللقاء واجتماعات مباشرة وعاجلة بينهم وتقدم بهدف بحس سوب الوقف إنهاء الحرب وبناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تتصدى لهذه المهمة وتأحد التقدم في بيان بعثت به لراديو دابنقب أنها لن تتدخر جهدا من أجل وقف وإنحاء الحرب في البلاد تؤكدت على أهمية التواصل مع كل القوى التي وصفتها بالسورية والوطنية الساعية لوقف الحرب وللتحول المدني الديمقراطي قال حزب الأمة القومي أن الاستخبارات العسكرية ما زالت مستمرة في انتهاكاتها باعتقال الناشطين والكوادر السياسية واللجان الطوارئ والصحفيين وعدت من آئمة المساجد الذين يدعون لإيقاف الحرب وذلك بتحريط من أنصار النظام البائت وكشف حزب الأمة في بيان أن اعتقال الاستخبارات العسكرية بولاية سنار عضو الحزب أحمد علي بارك فضلا عن اعتقالها نهاية الأسبوع الماضي الشيخ آدم ترجم أحد الآئمة والدعاء بهيئة شؤون الأنصار كما اعتقلت بسنجة الشيخ الزين سالم أم بده إمام مسجد والدلباشة والشيخ أبد السلام موركوس عبد الرحمن إمام مسجد الحلفاية وهو من النازحين بسنجة وما زال عدت من الكوادر ولجان الطوارئ ولجان المقاوم الرحنة لإعتقال منهم صلاح زكريا عضو المكتب التنفيذي للحزب بن نيل الأزرق وأشار حزب الأمة في بيانه كذلك إلى استمرار اعتقال عضو لجان مقاومة نهر النيل أحمد أبو هريرة لدى استغبارات الفرق السالسة بشندي منذ شهر يوليو من العام الماضي دون توجيه أي التهم له وطالب الحزب في بيانه بإطلاق صراح المعتقلين فورا كشف مصدر مطلع أن أسرة الصحفية حواء رحمة تعرضت لتهديد من قوة تدبع للدعم السريع بمنزلها بالحج يوسف وقال المصدر اقتحمت القوى المنزل وهددت رمضان رحمة وهو بطل الرياضي من زوال احتياجات الخاصة هائز على رقم قياس عالمي في العام 2021 وعضف المصدر الطلب من رمضان منحهم مفتاح العربية وهددوه بأنه تابع للجيش وفي الأثناء دخلت والدته في قومة سكري نتيجة رفع السلاح في وجهها وأبنائها وعضفت الصحفية حواء في هذا الخصوص احنا بنستنكر بأشد اللهجة الحاجة اللي حصلت لنا وحصلت لأي فرد سوداني مواطن أعزل اتنهبت منه حاجة أو تم تهديده أو اعتقاله أو تعذيبه بنوجه الرسالة دي لكل الناس اللي يتعرضوا للظلم أنه يرفع صوتهم ويقولوا لا للظلم ولا للحرب ونزر الله السلام للجميع ناشدت ليان أحياء العباسية بأمدرمان المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين الذين يعانون من انقطاع كامل للماء والكهرباء ونقص حاد في الغذاء والدواء وإقلاق كامل للمستشفيات والمراكز الصحية وقالت ليان أحياء العباسية أن خدمتين لإمداد الماء والكهرباء انقطعتها منذ بداية الحرب وأن سكان حيبانت وأبو كدوك والعرضاء والموردة يهاجرون إلى بئر وحيدة بالعباسية يوميا لجلب الماء ويعيش سكان العباسية بأمدرمان في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهرباء منذ قرابة الستة أشهر مع انقطاع شبكات الاتصالات أيضا وإقلاق المستشفيات والمراكز الصحية حس الخبير القانوني السابق في البنك الدولي دكتور سليمان محمد أحمد سليمان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم على الترويج لإعلان أديس أباب الذي وقعته يوم السلسة مع الدعم السريع وحس دكتور سليمان في مقابلة مع راديو دابنك تنسيقية تقدم والقوى السياسية الأخرى على المطالبة بفرض حظر الطيران وحظر على الأسلحة من الدول التي تورد الأسلحة إلى السودان واستبعد تدخل دولي عبر نشر جنود في السودان لأن ذلك غير ممكن من الناحل العملية لكبر مساحة السودان وتعقيدات الصراع وقال أن مطالب السودانيين يجب أن لا تتجاوز ذلك وتكون أكثر واقعية حتى تتم الاستجابة لها ودعا إلى خفض مستوى التوقعات من المجتمع الدولي وعرب سليمان عن أسفه العميق لانقطاع تزع تاشر مليون طفل عن التراسة في السودان ووصف ذلك بالمأساة التي ستضر بمستقبل السودان وأضاف لراديو دبنقا في هذا الخصوص بتخيل أننا نحن نتكلم عن تدخل إصدر من مجلس الأمن بقرار دولي تحت الفصل السابع اللي هو استخدام استخدام القوة يعني اللي بيسمح لك عادة الصديقة ثم هو فدل بنتكلم عنه يعني نحن ما بنتكلم عنه أمريكا تيجي براها وتنسل لازول بريطانيا أو مصر حصة بولاية الجزيرة عن خطورة الأوضاع الصحية التي تعاني منها المحلية والمتمثلة في النقص الحاد في الاحتياجات العلاجية والدوائية ودعت لجن المقاومة الخيرين وكل المنظمات الإنسانية والجهات ذات الصلة للسعي في توفير احتياجات المراكز الصحية في محلية الحصاحصة وولاية الجزيرة عامة وحددت الاحتياجات العلاجية لأقسام الطوارع بالمستشفيات والصيدليات الملحقة بها إضافة إلى عدد من المراكز الصحية بمحلية الحصاحصة بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا أنا بشكر لكم بحسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا ننوه مستمعنا الكرام راديو دبنقا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية وهي واحد وأربعين بزبزب مقدارها سبع ألف وتلتمية وخمستاشر والموجة خمسة وعشرين بزبزب مقدارها إداشر ألف وستمية وخمسين وفي الفترة المسائية واستمعنا الكرام راديو دبنقا حيجيكم من الساعة ستة إلى غاية الساعة تمانية على الموجات تضع عشر بزبزب مقدارها خمستاشر ألف وخمسمية وخمسين ستاشر بزبزب مقدارها سبعتاشر ألف وخمسمية خمسة وخمسين وخمسة وعشرين بزبزب مقدارها إداشر ألف وستمية واربعين أكرر خمستاشر ألف وخمسمية وخمسين ستاشر بزبزب مقدارها سبعتاشر ألف وخمسمية خمسة وخمسين وخمسة وعشرين بزبزب مقدارها إداشر ألف وستمية واربعين